تضم هذه الشعبة حيوانات بحرية في الغالب وبعضها يعيش في المياه العذبة كالهايدرا حيوانات ذات تناظر شعاعي تعيش بشكل منفرد أو بشكل تجمعات مستعمرات يتكون جدار جسمها من طبقة خارجية تسمى البشرة والطبقة الداخلية تسمى الأدمة المعدية وما بينهما طبقة هلامية تدعى بالهلام المتوسط لها جوف يدعى التجويف المعدي الوعائي الذي يفتح للخارج عن طريق فتحة الفم ولا توجد فتحة المخرج التنفس والأخراج عن طريق سطح الجسم الجهاز العصبي بداية مؤلف من شبكة من الخلايا العصبية والحسية التكاثر قد يكون لا جنسي عن طريق التبرع أو جنسي من خلال تكوين الخلايا الذكرية التي تنتقل إلى الخلايا الأنثوية حيث تكون البيضة المخصبة ينفصل عن الأن ويخرج إلى هايدرا جديد كون فرد جديد ترجمة نانسي قنقر